الاطلاع على المتطلبات الفنية والتشغيلية والبرامجية اللازمة لإطلاق القناة التلفزيونية المعنية بالتراث العماني تصدر مناقشات مجلس دارة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في اجتماعه الرابع للعام 2014 برئاسة معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراسي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون المجلس الطلع خلال الاجتماع على أعمال لجنة وضع التصورات الخاصة بإطلاق القناة وأكد على أهميتها في الحفاظ على الموروث الثقافي العماني وفي تعزيز الهوية العمانية كما ناقش المجلس بعض الجوانب المتعلقة بتطوير الدراما العمانية وتم تحديد بعض الخطوات التحضيرية لندوة الدراما العمانية المزمع انعقادها في الربع الأول من العام القادم بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات التي تخدم سير العمل في قطاعات الهيئة